بسم الله الرحمن الرحيم اليوم عندنا موضوع مهم جداً اللي هو موضوع لفيو فالتاب فيو هدية تمكنك انت كمستخدم من رؤية المستند أو المصنف بشكل كامل بحيث لو في أخطاف الهامش مش ظاهرة ممكن يتم تصحيحها كذلك يمكنك من تعديل الهيدر والفوتر اللي حنتكلم عليه إن شاء الله بدنا الله في حصص تالي إن شاء الله فحنا بمجرد ما نخشنا على فيو تاب الوضع الأساسي اللي هو النورمال فيو اللي هيبايين لك الأعمدة والصفوف والخلايا بشكل واضح الجزء الثاني اللي هو البيج بريكر هيبايين لك فواصل صفحات يعني لو عندك أكتر من صفحة في حالة البيج بريكر هني هيبايين لك كما عندك صفحة في المسلم باعك انت وتقدر تتحكم في الصفحة بحيث أن تزيد في الحجم تحتها أو تنقص في الحجم تحتها بحيث أن الجدول يكون ضمن مكونات صفحة الأولى ضمن مكونات صفحة الثانية وهكذا يعني الجدول هذا ممكن ينقص جزء يكون في الصفحة الأولى وجزء يكون في الصفحة الثانية زي ما تلاحظوا قدامكم لو أردني على نورمال فيو هيبايين لي الأعمدة والصفوف ومش هيبايين لي الفواصل متع الصفحات بشكل دقيق كما كان في البيج بريكر أو فواصل الصفحات الجزء الثالثي هو البيج لي أوت هذا تخطيط الصفحة وبالتالي تقدر تشوف منه الصفحة بشكل عام مثلاً إذا كان فيها هامش لأنك لحطوا في النورمال فيو شباب ما أعطانيش منطقة الهامش فوق اللي هي الهيدر والفوتر لكن لو جلالبيج لي أوت هيبايين لي كل الصفحة بما فيها الهوامش زي ما هي الرأس ومنطقة الديل في الصفحة إذا كان كان ينبي نعدل فيه الهيدر والفوتر شباب الأحيان اللي هي هنا كان نبي نعدل فيه الهيدر والفوتر لـ View أيضاً عبارة عن إمكانية تغيير عرض الصفحة بحيث يناسب الوظيفة التي تشتغل فيها، الوظيفة الأساسية ووظيفة الديزاين أو التصميم أو بناء الجداول أو الكتابة أو وظيفة الإدخال ستكون في Normal View. لو أنت تبي تطبع الصفحة قبل ما تطبعها، ننصحك أن تتمشي للبيج بريكر، تتأكد أن الصفحة هدية خيرها، الصفحة هدية هل هي جدول إجزة توا هنا مقسوم لي أكثر من صفحة، جدول تبي في صفحة واحدة، جدول تبي يكون في أكثر من صفحة، تبي تغير الاتجاه من الصفحة التي هي من Portrait إلى Land Escape، وهل هذا يناسب الجدول بتاع كنت أو هكذا؟ تمام، هذا اللي لي علاقة بال View. أحرد عن Normal شباب، وهذا اللي تكلمنا عليه في العنصر متاعنا، إذا نتكلمنا شين يا شباب، نتكلمنا عليه View Tab، بالضبط، شن تكلمنا فيه View Tab، قلنا عندي إمكانية أني نضغط عليه أكثر من مكان، المكان الأول هو Normal، اللي يسموه فيه Design، اللي يبين لي آلية التصميم للصفحة، تمام، وشين يبين تاني؟ يبين لي كل الأعمدة والصفوف والجدول، لكن الفرق بينها وبين اللي Out، إن اللي Out، يبين لك حتى الهامش، تمام، يبين لك منطقة Header والفوتر، بينها ملبيج بريكر، يبين لي فواصل الصفحات، باش نقدر نتحكم في الفواصل منطقة الصفحات، ونبينهم بشكل أفضل. أفضل، أعدغت اللي عندي هنا، خلاص، لا نعرف كيف نزيد أكثر من هكي، لا تنسوه لما شباب، لازم توقع الفيديو في المكان المناسب، لو أنت المعلومة هدية معرفتها، خلاص، لازم يوقف الفيديو هنا، نوقف الفيديو، نعود الراجع، كلمة أو اثنين أو ثلاثة، وبعدين نحاول ننفذ الفيديو من جديد، أو نتبع الفيديو ونمشي معه، الفيديو مرة أو ثلاثة، لغاية ما تثبت المعلومة عندي، لا تنساش، لا فيه درس ثاني مستقل، أستودعكم الله الذي لا تضيع الله.